استمرارا في التضامن والمساندة من قبل المجتمع العدني مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من إباتة جماعية وقصف إسرائيلي عشوائي يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء في قطاع غزة أقام منتدى الفن من أجل السلام بالشراكة مع معاهد جميل للفنون الجميلة وبالتعاون مع فنانون بلا حدود الفلسطينيين معرضا فنيا بعنوان قاوم بفنك تأييدا للمقاومة وتضامنا مع القضية الفلسطينية شارك في المعرض ثلاثون رساما وفنانا تشكيليا من العاصمة المؤقتة عدن ودول أجنبية أبرزها مصر وكندا وسعى الفنانون من خلال المعرض لنقل الواقع المرير في داخل غزة ويصاله عبر لوحاتهم فهنا أطفال يصرخون وينزفون وآخرون تحت الركام متألمين وتحكي صورة كفاح الأم الفلسطينية وهي تتمسك بطفلها وتغشى ملامحها علامات التعب والإرهاق والخوف الدائم نحن في هذا المعرض نتحدث عن تعرب عن الظلم الذي يمارسه والمكيال الذي يسمي نفسه المتحضر المكيال يكيلين والدم القضاطية التي تتلمها عن وحشية الأطفال التي تتعرض لها في غزة وقتل الأطفال والأمهات وقتل الجنس البشري بشكل عام وتهجيره من غزة فهذا المعرض نحن نقول صرختنا أنه لا للتهجير لا للطهاد لا لحرب لا إنسانية لا للقانون الدولي أكثر من مئة لوحة وعمل فني قدمها الفنانون في المعرض وشارك في رسمها فنانون فلسطينيون منهم من استشهد أقاربهم ودمر القصف منازلهم لكنهم صامدون ومقاومون بالريشة والقلم في سبيل فضح الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وكشف الأنظمة الغربية الداعمة للكيان والمتشدقة بحقوق الإنسان والديمقراطية كل أعمالنا التي نقوم بها اليوم ورسوماتنا تقسد مدى الألم الذي يعتصر قلوبنا ومنذ الغضب الذي يعتمل في نفوسنا لما يحدث من إبادة وتدمير شامل يستهدف الأطفال بدرجة رئيسية حرب ماتوا فيها العديد من الأطفال والنساء تدمرت فيها البنية التحتية أطفال محاصرين لا كهرباء لا ماء لا أدوية حرب تستهدف أيضا لمستشفيات ولهذا قاءت رسوماتها اليوم هي تضامنا مع غزة وأبناء غزة ما عادت غزة في موقعها اليوم غزة في كل عاصم العالم في ضمير العالمي الإنساني كله تعبر عن فقائع ما يحصل في غزة من كوارث وكروب والحقيقة في غياب للضمير الإنساني وهذا التفاعل الموجود من خلال هذه اللوحات ومن خلال مساهمات الشباب ومساهمات اللي يعدون المهارض هذا هي عبارة عن مساهمات جادة وطيبة على صغر حجمها وإمكانياتها لكن في الواقع تعبير حقيقي عن عمق المأساة عن عمق ما يتم حصله في غزة معرض وإن بدى متواضعا لكنه خاطب العالم بلغة الفن حول ما يجري بقطاع غزة من جرائم الجيش الصهيوني ومن تعاون معه بحق الشعب الفلسطيني كما حمل رسالة دعم ومحبة من الشعب اليمني لشقيقه الفلسطيني لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية عدن